بين حرية التعبير والتحريض على العنف على منصة تويتر خط فاصل يقف على أحد جانبيه المالك الجديد إيلون ماسك متخبطا وعلى الجانب الآخر تقف مؤسسات دولية ومستخدمون رافضون لتوجه المنصة الرقمية تحت إدارة ماسك يوما بعد آخر تتزايد الضغوط على رجل الأعمال آخرها تعليق حساب مغانيراب الأمريكي المثير للجدل كاني ويست بعد قرار بعودته بذلت قصارى جهدي رغم ذلك انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف سيعلق الحساب لم يمضي وقت طويل على عودة حساب ويست وتنشيطه ثم ترحيب بالعودة إلى المنصة ليتراجع ماسك عن قراره عقب سلسلة تغريدات ويست المعادية للسمية والمؤيدة للنازية ومن حساب كاني ويست المعلق إلى حسابات أخرى قد يواجه إيلون ماسك مزيدا من التخبط بعد وعوده بالعفو عن جميع حسابات تويتر المعلقة وعود أعقبها تحذير المفوض الأوروبي للسياسة الرقمية تغيب أوتون بفرض غرامات مالية أو حضر في حال عدم الامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية ما زال هناك عمل ضخم أمامنا سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة أبواب الضغوط المتسارعة على تويتر تتزايد يوما بعد آخر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة الرقمية من خلاف تسريح نحو 50% من الموظفين إلى خلاف توثيق حسابات المستخدمين وصولا إلى خلاف كبرى الشركات المعلنة على المنصة تظل تويتر بعيدة عن رؤية واضحة للقواعد المنظمة لإدارتها في عهد ماسك ما قد يؤثر سلبا على سرعة تعافي المنصة اقتصاديا علي السمان العربية